بعد رمضان بتسيب قيام الليل بتسيب الصيام بتسيب مجالس العلم بتسيب المسجد بتسيب افطار الصائم بتسيب الدعاء فبتكوني نتيجة بتيجي تقولي انا حاسس بفطور بعد رمضان النبي صلى الله عليه وسلم اصل لهذه القعدة تأصيل عجيب جدا ازاي الانسان طول ما هو بيبعد عن مادة الحياة طول ما قلبه بيفسد يفسد 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 لحد ما خلاص هو بيعد تماما عن مادة الحياة فكانت النتيجة ان قلبه ده مرض او مات اسمعوا اولا في القرآن لقول الله سبحانه وتعالى فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية بما نقضيهم ميثاقهم ايه الميثاق اللي ربنا اخذوا على بني اسرائيل واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الى الله في عبادة وبالوالدين احسانا وذي القرب واليتام والمساكين وقولوا لناس حسنا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دي الاوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بها بني اسرائيل هو ده المثاق ده المثاق اللي ربنا اخذه على بني اسرائيل طب بني اسرائيل لما عملوا لما بعدوا عن هذا المثاق وبدأوا يبعدوا عن الطاعات ويبعدوا عن العبادات ربنا سبحانه وتعالى وصف قلوبهم بايه قال جعلنا قلوبهم قاسية لانهما نقضوا المثاق وتركوا العمل بالاوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بها طب أعدوا فترة طويلة جدا بعيد عن الطعاد بعيد عن العبادات بعيد عن القرب من الله عز وجل إيه اللي حصل قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتابة من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم يعني إيه طال عليهم الأمد آخر مرة كان ختم قراءة الطورة كانت من سنتين ثلاثة أربعة آخر مرة صلق يام ليه كان من ثلاثة أربعة سنين آخر مرة حضر مجلس علمي كان مش عارف من كم سنة آخر مرة حافظ على ورد الذكر بتاعه كان مش عارف من كم سنة طب ما تيجوا نزلها على وقعنا آخر مرة ختمت القرآن كانت إمتى ياها ده من زمان طب آخر مرة أعدت فعلا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر مئة مرة كانت إمتى لا مش فاكر طب آخر مرة حافظت على أوراد الذكر بتاعتها كانت إمتى مش فاكر آخر مرة صليت الخمس صلوات في المسجد كانت إمتى زمان قوي أيها ما هو ده اللي ربنا ألونا فطال عليهم الأمد طال الأمد عن الطاعة والعبادة طال الأمد عن مجالس العلم طال الأمد عن الصلاة طال 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 فكانت النتيجة ايه فقست قلوبهم مش كده بس وكثير منهم فاسكون عرفتوا المعنى عرفتوا المعنى ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يأكد على المعنى ده أكثر وأكثر فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أحدكم السائمة السائمة هي الإبل والبقر والغنم صاحبة ما بشتريش لها أكل ولكن بيدور على أرض فيها شوية أعشاب وفيها شوية نباتات يجيب الأغنان بتاعته يلا تعد تاكل هنا لقى حتة أرض جنب المسجد فيها عجب كتير جاب الإبل والبقر والغنم بتاعته وقعدها هنا في المكان ده فبالتالي هو جنب المسجد فكان يسمع الجماعة فيدخل يصلي ويصلي الجمعة قال يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة فتتعذر عليه سائمة فيقول لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا أنا عايز أشوف بقى مكان خلاص بعد أسبوع بعد عشر تيام بعد شهر للأعشاب كلها اللي في الأرض اللي جنب الجامعة خلصت نشوف بقى مكان أبعد شوية فينطلق يبعد بقى شوية فيصلي الجمعة ويترك الجماعة اللي حصل هنا إيه إن حصل إن القلب هنا بدأ يتحرم صلاة الجماعة بدأ يتحرم من التواجد في المسجد بدأ يتحرم من مجالس العلم اللي في المسجد بدأ يتحرم من أوراد القرآن اللي كانت موجودة في المسجد شفتوا كمية الحاجات اللي اتحرم منها القلب المكان البعيد ده الأغلام خلصت كل الأعشاب اللي فيه فيقول فيتحول ولا يشهد إلا الجمعة فتتعذر عليه سائمة فيقول لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا فيتحول فلا يشهد الجمعة ولا يشهد الجماعة فيطبع الله على قلبه وفي لفظ ثم يكتب في المنافقين إيه الأخبار؟ شفتوا النبي يقول لنا هو طب معلش إيه العلاقة من يطبع الله على قلبه يكتب في المنافقين وما بين حال الراجل ده حال الراجل ده كل شوية يبعد 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 ساب الجماعة ساب الجمعة كانت النتيجة اتحرم القلب من الطاعة اتحرم القلب من العبادة مات الأم مات الأم اتطبع عليه خلاص اتكتب صاحبه في المنافقين عرفتوا ليه احنا ليه في كتير من أوقات قلوبنا بتتعب وبتضعف احنا حرمناه من مادة حياتها والشعور اللي انت بتحس بيه لو خرجت من بيتك ما فترتش وعندك شغل كتير وفي نص اليوم بتقع هو ده بالزبط عارفين عارفين شعور الانسان اللي بسبب عدم الاكل وعدم الشرب فقد الطاقة وقع القلب بيحصل فيه كده القلب يعيني ما فيش قرآن ما فيش ذكر ما فيش صالح عن النبي ما فيش دعاء ما فيش استغفار ما فيش نقل خطوات المساجد ما فيش مجالس علم ما فيش مجالس علم ما فيش دعاء